نواصل حوار الليلة حول إيران بوادر الانهيار الاقتصادي فيها بفعل العقوبات الدولية ونرحب مرة أخرى بضيفين في حوار الليلة من أبو ضابي أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة طهران حسن هاشميان من واشنطن الباحث في معهد واشنطن للدراسات ديفيد بولوك نذكركم أيضا أنه بإمكانكم المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك أيضا نريد فقط أن نذكر ببعض المشاركات التي وردتنا من قبل المشاهدين مثلا كمال العساف يقول استمرار هذا النزيف الاقتصادي قد يؤدي إلى أزمة خانقة في إيران أيضا معمر بابي له رأي آخر يقول على فيسبوك أيضا بأن إيران استطاعت التكيف مع العقوبات لتخفيف الضغط الذي يمارس عليها أما أمين خيري لا يبدو متفائلا إذ يقول استمرار هذا النزيف الاقتصادي الناتج عن الحصار قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية خانقة يمكن أن تعصف بولاية الفقيه في إيران على حد قوله أنطلق من مشاركة أمين خيري إليك سيد ديفيد بولوك ألا تستهدف هذه العقوبات بالدرجة الأولى برأيك الشعب الإيراني وليس نجاد أو حكومته أو حتى المشروع النووي الإيراني أنا أتافق إلى حد ما أن النتائج أو تأثير العقوبات في المكان الأول السعوبات للأسف على الشعب الإيراني وأنا أعتقد أنه ليس للأسف ليس هناك احتمال لنتائج سياسية بمعنى التغيير في النظام يعني كما قال أحد المشاهدين أنا أعتقد أنه بالعكس يمكن أن النظام يستطيع أن يشدد القوة الداخلية السياسية في إيران بشكل إتهام الغرب وإتهام المجتمع الدولي بهذه السعوبات الاقتصادية الإيرانية يعني نعو من التشويش نعو من العذر للسعوبات والمشاكل الداخلية الإيرانية وعلى الرغم من ذلك أنا أتمنى وأنا أتوقع من احتمال تغيير في سياسة إيران العسكري الدبلوماسي وفي المستقبل يعني نحن ننتظر إلى الصيف القادم لماذا أعطيت هذه المهلة سيد صلقك؟ لماذا؟ نعم أنا لماذا؟ لأن كما صرح رئيس وزراء إسرائيل في الأمم المتحدة في الأسبوع الماضي الخط الأحمر لإمكانية إيران بتشكيل قنبلة نووية سوف لا يصل حتى الصيف القادم ولذلك أنا أعتقد أنه إذا وافق إيران من ناحية والمجتمع الدولي من ناحية أخرى على حل وسط لهذه الأزمة الاقتصادية والعسكرية وديبلوماسية والنووية هذا سوف يكون في اللحظة الأخيرة يعني في لحظة كما نحن نقول في أمريكا في ثانوية أو في دقيقة وحدة قبل منتصف الليل ولذلك أنا أقول أنه نحن في فترة انتقالية يمكن نقول حتى الصيف القادم يعني تقريبا ست أشهر من الآن هل لديك تعقيب سيد هاشميان؟ يعني ليس هناك إيمان من الغرب بأن إيران تود طاقة نووية سلمية كما تدعي هناك شكوب كبيرة بأنها استمتلك القنبلة النووية كما قال لك خلال سدة أشهر يعني أنا أتفق مع أستاذ بولاك حول الصيف الغادم ولكن الصيف الغادم ستكون انتخابات رياسية في إيران وأعتقد هذه الانتخابات ستكون انطلاقة جديدة في سياسات جديدة في إيران ستكون نهاية حكومة أحمد النجاة وما جاء في حكومة أحمد النجاة وسنشهد سياسة ربما انفتاحية من الداخل وأيضا إلى الخارج ومن هذا المنطلق يعني هناك ستكون إشرافة كبيرة للوكالة الدولية على نشاط إيران النووي وهناك تكون بناء ثقة جديدة بين إيران والوكالة وأيضا تأثيرها على الغرارات الأممية الصادرة ضد إيران وربما ستكون تغيير هناك وأنا أحتمل أن هذه الغضية ستبدأ بعد الانتخابات الأمريكية وسنشهد هناك أفق واضح في التعامل الإيراني مع الوكالة وأيضا التعامل الإيراني أمام المؤسسات الدولية مثل مجلس الأمن من هذا المنطلق التغيير سيأتي من خلال الانتخابات الإيرانية وهناك أفق جديدة ستكون في هذه الانتخابات وأعتقد أن الأمور ستكون أكثر وضوحة هل المناخ بعد الانتخابات الأمريكية سيد بولوك سيكون أكثر ملاءمة لاتخاذ قرارات إما بالمفاوضات أو العمل العسكري ربما أنا غير واضح بصراحة ولكن أولا هذا يعتمد على الخيار الشعب الأمريكاني في هذه الانتخابات هناك مرشح أوباما رئيس الراهن في أمريكا أنا أعتقد أنه ليس هناك احتمال عملية عسكرية لديه في المستقبل القريب ولكن إذا انتصر المرشح الآخر سيد رومني في هذه الانتخابات أنا أعتقد أنه احتمال عملية عسكرية أمريكية في الخليج سوف يرتفع إلى حد ما ولكن بشكل عام أنا أقول أنه نحن كما أنا ما قلت نحن في فترة انتقالية حتى القرار يعني أنا أعتقد أنه العوامل النهائية لهذه العلعبة أو هذه الأزمة العسكرية والديبلوماسية والاقلصدية بين إيران من ناحية وبين الغرب وبين المجتمع الدولي من ناحية حتى الآن لا تنتهي إلى التطورات المقبلة تطورات القادمة في الملاف النووي وفي الانتخابات الأمريكية ويمكن الإيرانية كما قال الزميل وأنا أعتقد أنه أنا مطمئن من احتمال أو غير احتمال يعني احتمال قليل جدا لعملية عسكرية في المستقبل القريب من جهة أخرى سيد هاشميان هل برأيك يراهن الغرب أيضا أن تؤدي هذه العقوبات إلى ثورة ربما ضد الحكومة الإيرانية هل هذا وارد برأيك؟ بتقديري أنا في يعني ما أعرف من الشارع الإيراني هناك لا تكون هذه احتمالا غويا ولكن بتقديري أنا إيران أو الشعب الإيراني يطالب بتغييرات في السياسات ويركز على بعض النقاط في السياسات الاقتصادية في السياسات يعني فيما تعلق بالسياسة الخارجية فيما يتعلق بالأوضاع الثقافية وأيضا الأوضاع الاجتماعية هناك مطالبة غوية في الشارع الإيراني وأعتقد أن كل من سيلزم الأمور في إيران بعد أحمد النجات سيكون أكثر عقلانيا لتعامل مع هذه المطالب الشعبية لأنه لا يمكن يعني التخلي أو الهروب عن هذه المطالب ربما يعني إذا تخلينا أو هربنا عن هذه المطالب ربما كما تفظلت يحدث شيئا آخر مثل يعني يعني لا أعتقد أو لا أريد أقول هذا الكلام ولكن ربما هناك ثورة شعبية وطبعا الشعوب هي طبيعتها بأن تريد مطالبها وإذا وصلت إلى طريق مستود أو معزك في هذه الحالة تلجأ إلى طرق أخرى سيد بولوك يعني هناك من يعتقد أنه دون الحظر الشامل لصدرات النفط الإيرانية سيبقى الاقتصاد الإيراني يتعافى بشكل أو بآخر لماذا برأيك أو ما هي العوامل والاعتبارات التي تمنع واشنطن ومع المجتمع الدولي على الإقدام على ذلك أنا أعتقد أنه أولا هناك مشكلة سياسية في المكان الأول والأفضلية للمجتمع الدولي الحل هذه الأزمة السياسية وليس الأزمة الاقتصادية الداخلية الإيرانية ولذلك أنا أعتقد أنه نحن نتوقع استمرار هذه الضغوط على تصدير النفط من إيران وعلى الاقتصاد الإيراني بشكل عام حتى حل الأزمة السياسية ونووية بين إيران من ناحية والمجتمع الدولي من ناحية والأمم المتحدة والمكالة الدولية للطاقة النووية من ناحية أخرى وأنا أضيف أنه نحن للأسف نحن رأينا في الماضي في يعني من أربع عوام نحن رأينا الضغط من النظام الإيراني على شعوبه يعني على الشعب الإيراني في التظاهرات والاحتجاجات والاشتباكات الشعبية والانتفاضة الشعبية الإيرانية ضد النظام بعد الانتخابات السابقة في إيران يعني بعد انتخاب أحمدين الجديد وأنا أعتقد للأسف أنه النظام الإيراني قوي ومسر على البقاء في القوة وهذا حتى إلى إجراء الضغط العسكري ضد الشعب الإيراني وكما نحن نرى الآن في سوريا كيف تساعد الحكومة الإيرانية للنظام السوري الضغط والعنف ضد الشعب السوري داخل سوريا ولذلك أنا أعتقد للأسف أنه احتمال انتفاضة شعبية أو ثورة شعبية ضد النظام الإيراني يمكن أنه الشعب يريد ذلك ولكن لا يستطيع أن يواجه القوة العسكرية والبسيج يعني المليشيات الحكومية الإيرانية والحراس الجمهوري كما يسمى في الإيران وكذا وكذا يعني الحكومة الإيرانية تعتمد على القوة وعلى الضغط ضد الشعب وليس على الشرعية وعلى الشعبية هناك دقيقة أود أن أسأل فيها أيضا سيد هاشميان برأيك هل تغني العقوبات سيد هاشميان الدولية على إيران عن ضرب المنشآت النووية الإيرانية كما تهدد بها إسرائيل في كل مرة يعني الآن كما رأينا المتحدثة باسم الوزارة الخارجية الإيرانية تحدثت عن هذا الموضوع بصورة مباشرة بأن العقوبات تاخذ مجراها وتؤثر على الاقتصاد الإيراني ولا نحتاج إلى ضربة عسكرية ولكن عكسا إلى هذه المغولة أيضا وارد لأن ربما إسرائيل تقتنم هذه الفرصة وتقتنم الضغوط الاقتصادي على الشعب الإيراني وربما تدخل في ضربة عسكرية شكرا جزيلا لك أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة تهران حسن هاشميان أيضا الشكر الجزيل للباحث في معهد واشنطن للدراسات شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك